حيث حرص الدكتور خالد العناني وزير السياحة والأثار وتنسقية شباب الأحزاب والسياسيين حرصوا على لقاء السيدة الأمريكية جلوريا والكر في أول أيام تحقيق حلمها بزيارة منطقة أهرامات الجيزة حيث استقبلها الوزير بساحة تمثال أبو الهول والتي تم السماح بفتحها لها بشكل استثنائي وقدم الوزير لها الدعوة لزيارة محافظة الأقصر كي تستمتع بمشاهدة الأثار المصرية الفريدة الموجودة بها والتي ستقدم لها فرصة للتعرف بصورة أكبر على الحضارة المصرية العريقة وعربت السيدة الأمريكية عن بالغ سعادتها بالحفاوة وحسن الاستقبال وكرم الضيافة التي استقبلها بها الشعب المصري منذ وصولها إلى أرض البلاد